نمرنا إلى ملف نقاشنا للمئة وعشرين دقيقة أخبار الثاني حيث نال مخطط عمل الحكومة ثقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادقوا عليه بالأغلبية عقب رد الوزير الأول عبد المجيد تبون على انشغلاتهم وملاحظتهم وهذا وسط رفض نواب المعارضة ممثلين في حركة مجتمع السلم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الأرسل كل من نواب الأفافاس وجبهة المستقبل وحزب العمال عن التصويت التغطية كانت لطهر بنزين كتلة جبهة التحرير الوطني رفقت وتبنت خطة عمل الحكومة أولا لأنها تنفذ برنامج فخامة رئيس جمهورية ولكن الشي اللي شفناها خلال الأجوبة المقنعة لمعالي الوزير الأول فيه أمور جديدة جاء بها وهي التي أعطتنا أكثر قناعة وأكثر تفاؤل فيما يخص الأيام المقبلة مشينا على أساس أنه هذا امتداد لبرنامج رئيس شفنا كانت أكثر فيها ميكانيزمة تطبيق على أرض واقع وبالتشهور مع المجموعة أنا كوك تحرار مشينا بالإيجاب حبينا نعطل فرصة هذه الحكومة على أساس أنه كان خطاب بشكل براغماتي كان أليا تنفيذي لسبيا أضاء برنامج التجمع الوطني الديموقراطي صوته بالإجماع على برنامج عامل الحكومة اللي يضفي على الإعطاء صغل للنحية الاجتماعية الخطة اللي درها الوزير الأول يتماشى مع طبقة شغيلة ومع متطلبات الشعب ككل رد الوزير الأول لم يأتي بجديد فنفس الأمور التي طرحها من قبل في إطار المخطط وفي إطار عرضه للمخطط فهو أتى ببعض الأمور والتوضيحات من خلال إنشغالات النواب ولكن في العمق لم يأتي بأمور جديدة ومن ثم نعتبر أن المخطط هذا هو غير قابل للتنفيذ في غياب الأجال وفي غياب الأرقام وفي غياب الإمكانيات المالية ومن ثم نحن في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء صوتنا ضد هذا القانون ولكن نتأسف نحن صوتنا بلا وعددنا 15 لرسدي صوته بلا وعددهم 9 حمس صوته بلا وعددهم 34 وللحديث أكثر عن الموضوع أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق سيد بشير مصيدفة أهلا بكم مرحبا بك وبكل مشاهدي مرحبا بكم وشكرا لتلبيتكم والدعوة نعف بداية النصة بشير مصيدفة أغلبية ساحقة في البرلمان صادقت على مخطط عمل الحكومة ليلة أمس ما قرأتكم أنتم كقراءة أولية لهذا الربما المصادقة على الحكومة مخطط الحكومة نعم بسم الله الرحمن الرحيم شيء طبيعي لتركيبة المجلس حيث القوى السياسية قوى المعارضة وقوى الموالات الانتخابات الأخيرة أعطت فرصة للأحزاب الموالات للتفوق لتركيبة المجلس وبالتالي تحصيل حاصلة أن في أي تصويت ترح تكون دائما الأولوية لهذا القوى السياسية وبالتالي يربع مئة وثنين المصادقة بنعم برأي نتيجة منطقية تماشى مع السياق السياسي العام لتركيبة المجلس الوطني لكن العبرة يميش هنا العبرة هي في تجسيد مخطط عمل الحكومة على النحو الذي يسمح بتحقيق أهداف النموذج النمو الجديدة في النمو في إطلاق الوظائف في الرفع من القدرة الجبائية للولايات في توسيع نسيج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ضبط السياسة الاجتماعية للدولة في التكفل بانشغالات الموظفين عن المدى المتوسط والبعيد التكفل بانشغالات الفئات التي نسميها بالهشة التي هي عندها مداخل ضعيفة أو عندها أتياجات خاصة مثل المعوقين أو الفئات الأخرى مثل المتقاعدين التكفل كذلك بالرهانات المستقبلية لسيما تضخم وتراجع موارد الدولة من النفط قبل قليل الناس كلها تابعت السعر النفط هو في أقل سعر في عشرين سنة نختار من الربعين دولار بالنسبة الكروت واربعين دولار بالنسبة البرينت وبالتالي التكفل هذا رهان جديد محطط لابد دولي تكفل به إضافة إلى التوصيات التي جاءت لمجلس الوزراء الأخير التي لها علاقة بالنظام الاقتصادي النظام الجمائي النظام البنكي النظام البورصة والحماية الاجتماعية نعم أنا في رأيي هذه هي الأسئلة الحقيقية أما تصويت ما تصويت تحصيل حاصل نعم بناء أن ربما على يعني نلاحظوا في كل مرة يكون في تصويت جلسة تصويت على مشروع قانون في البرلمان يكون فيه تتجا لكن أغلبية البرلمان ثمنوا هذا ما جاء في مخطط عمل الحكومة خاصة أنه يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفيه أهداف اقتصادية خاصة أنه بالأمس لما نشوفه خلال جلسة العرض المناقشة كان يعني تركيز كله على الجانب الاقتصادي للبلاد أولا مخطط عمل الحكومة ما فيش نقاط جدل لأنه طابعه تقني بحت ولا واحد يجادل في نتيجة واحد زائد واحد لما يقول لك واحد زائد واحد لما يقول لك واحد زائد واحد لا أتوقع معارضة وبالتالي طبيعة المخطط اثنين المخطط جاء بعد سلسلة من العمليات المهمة أولا الحوار الاجتماعي العام بسواف القنوات والبراتوهات مع الخبراء أنتم كتر خيركم في النهار وغيركم من القنوات كان دائما تعطي فسحة للخبراء أنهم يعطيوا أفكار فيما له علاقة بالنمو زيد إلى ذلك ثلاثيات السابقة زيد إلى ذلك نموذج محتوى نموذج النمو الجديد ومؤخرا اجتماع مجلس الوزارة وأخيرا توصيات رئيس الجمهورية التسعة المعروفة كل هذا سبقت عرض المخطط وبالتالي المخطط جاء كمحصلة لجملة من الاتفاقات التي فيها إجماع وهذا يفسرنا هذا الإجماع لأنه حقيقة أفكار نامعة وبرقة بشاهة الجميع ولكن ليس هنا الأساس الأساس هو في تحويل الأفكار البراقة إلى عملية تقنية نعم وهو سؤال مطروح الأساس هو تحويل هذه الأفكار إلى مجال ثقة سواء مع الناس في الداخل مع العمال مع السكان ومع الجالية كذلك وبالتالي نحن معنيون أكثر فأكثر بتحويل كثير من الأفكار التي كانت سابقة لو ترى في المخطط فيه أشياء كثيرة قيلت في الحكومة السابقة يعني ليست قرآن جديدا هي كانت قيلة في الحكومة السابقة ولكنها مجلسة في الميدان ولهذا رئيس الجمهورية في المجلس الاجتماعي على خير يقول تجسيد نموذج النموذج لأن العبرة ليست بسياغة النموذج والسؤال مطروح يوم هل الإمكانيات وظروف مناسبة لتجسيد كل ما جاء في مخاططة الحكومة؟ أدوات العمل وشروط النجاح وهذا هو قصدك أدوات العمل وشروط نجاح بالنسبة لأدوات العمل جزء فيها متوفر ولكن جزء غير متوفر اللي متوفر هي الأرضية الفنية يعني كما نقول إحنا يعني القاعدة الموجودة الثانين الظروف المالية مقبولة يعني لا نشفي حاجة إلى تعبئ الدين خارجي ولا في حاجة إلى أنماط تمويل غير معروفة فما تحتويه كمية الصرف في الجزائر وكذلك ما تحتويه إمكانية الدولة من الذهب ومن الموارد المحلية كافية للشرط المالي إذن الشرط المادي عندك الشرط المالي عندك وش يبقى لك الشرط البشري الشرط البشري وهذا هو المهم هي الموارد البشري الموارد البشري مع الأسف عندنا فيها ضعف ضعف سواء نحيط قيادة المشروعات قيادة الإنجاز تكوين الموظفين للتأقل مع الميهن الجديدة خاصة الميهن المستقبل فهذه المسؤوليات فهذه فيها ضعف ولكن ممكن وغا تخفي يعني يمكن استدراك البارح سيما معالي الوزير الأول كان أشار إلى نقطة مهمة ويتكفل باللاجئين اللاجئون في الجزائر العدد تحهم ما عندنا إحصائيات رسمية رسمية ولكن عندنا تقديرات ما بين 250 ألف لاجئ مصرح به ومعترف به وحوالي 200 ألف غير مصرح به غير معترف به يعني الإجمالي 450 حتى 500 ألف هذا موارد البشري على سبيل المثال ولكنه غير مستغل لو نعملونهم شركات التوظيف القضاء العام والقضاء الخاص لا أمكن ربح هذا هذا الجزمان هذا المخزون البشري في الأعمال سواء أعمال بسيطة أو أعمال لأنه حتى في هذا العدد فيه ناس مهندسين فيه ناس متكونين فيه ناس تكنيشنس يعني جوماً أفريقية فهذا يمكن استغلالهم والموارد البشرية الوطنية نعملها تأهيل 7 ملاير حتى 7 ملاير ونص دولار كبرنامج وطني للتكوين والتأهيل يكفي بترقية الموارد البشرية لكي تلتقي مع أهدف نموذج النوم مع مخطط عام الحكومة حتى من نمشيش إلى نقطة تاريخية ونصطدم أو مفارقة ما بين الأفكار الموجودة في المخطط ومبين المشروعات الإنجاز فثلاث أشياء اثنين متوفرة وواحد يمكن استكماله بمخطط التكوين نعم والسؤال مطروح هو عن نظر الاستشرافية من خلال هذا المخطط الحكومي في وقت سابقين كنا تحدثنا عنه وقلتم بأنه فيه نظر استشراف يعني فيه استشراف من خلال هذا صحيح لما تشوفه كلمات لم تكن معروفة من قبل مثل اليقضة الاستشرافية أو مثلا استشراف 2019 في ميزانينة الدولة هذه إشارة وتسمح هذه الإشارة لواضع السياسات من ربح نقاط إضافية في إنجاح المخططات وتسمح كذلك للحكومة بأن تلتقي مع التوصيات الكبرى للدولة ولسيما سيد فخان برئيس الجمهورية عندما يتكلم على إعطاء أولاوية للمالية على أفوق 2019 اللي موجودة في قانون مالية 2017 هذه كذلك مهم وبالتالي استشراف في محتوى مخاطط عمل الحكومة يعطي نفس لاستدراك النقص اللي كان موجود سابقا في المخاططة السابقة عندما ما كناش ناخد بيعان اعتبار إشارة المستقبل لما نقول لك النفط رهو في 42 و43 أعمل مخاطط تاك على هذا وبالتالي هذا يسمح لك بحشد الموارد خارج الجباية النفطية وهو تكلم عليها اللي هي الجباية غير النفطية سواء كان جباية محلية أو تمويل غير تقليدي أو نظام الجبائي سواء نقص الضرائب بالنسبة على الموظفين وتوسيع نسيج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لأن مردود هيكون فيه عام وسنتين لما نقول مردود مش بقاطة البنيفيس ولكن لما نقول مردود سيليبياس لأن اللي يربح يربح ومن ذلك مدام هو يربح في عام وعامين مع أن الحكومة تربح معه في عام وعامين فيما يتعلق بالليبياس ديركت لي وليارجي أن ديركت لي لأنه عنده مواطفين هذاك صاحب المؤسسة وبالتالي الاستشراف يعطي لمخطط العامة الحكومة متانة قوة استقرار وكذلك الضبط نعم ومن خلال مخطط الحكومة هل هي واضحة معالمة توسيع الجباية كما تفضل به بالأمس الوزير الأول الإشارات الجبائية كانت واضحة قال لك نخفف على أصحاب الدخل الضعيف ومتبصل هو الليارجي يعني الضريبة على الدخل الإجمالي تعرف أن الحكومة تتغدى أكثر فأكثر من الليارجي ومن التيفية لأن التسرب في الليبياس كبير يعني نظام جبائي ما يحصل إلا 13% اللي هو تطوعي اللي فيه تصريح بالأعمال أما الجبائية من المصدر يعني فسكاليتي على السوخ هذه اللي رايي تغدي الحكومة نعطيك هنا رقم 34% من الجبائية العادية جيني من التيفية 10 مليار دولار من التيفية هذا التيفية في الفوترة خلينا اللي ما فيهاش فوترة عندنا 1.2 مليار دولار سنويا عمليات غير مفوترة هذه كلها تسرب للتيفية تاكس وبالتالي الضبط يكون هنا اللي يرجي لما نقصه ونعطيه فرصة للحكومة نتأخذ فيسكاليتي من خارج اللي يرجي أكثر لبياس لما نمس على نسيج الصناعات الساخرة والمتوسط والمؤسسات والتيفية لما نستقطب السوق الموازي والفوترة هذا يكون فيه نوع من التوازن اللي يرجي الآن في الجزائر يمشي حتى الـ 45% وهذا نسبة كبيرة عالميا الضغط الجبائي في الجزائر كبير وكبير جدا يعني تلقي الواحد يخلص عدة مرسوم وضري في نفس الوقت يشري سيارة يخلص بنيات يروح يدعم بنزين يخلص تاكس يشري خبزة يخلص تيفية أو غير خبزة اللي فيها تيفية يخلص تيفية يدير مشروع يخلص ينقل مواد من ما كان يخلص تاكس على النقل كلها يعني رضا ما كانت غير مدروسة تاكس على تي سي على الكونسومات الكونسومات الداخلية الكونسومات تلقى الواحد فقط اللي عنده رقم استدلالي واحد يخلص عشرات الرسوم هذا مش معقول فخلي عصرانة الجباية بحي تصبح الجباية خدمة مش عبة تخلص لي بياس نحيلك من تياب تخلص تيابي نحيلك من تيس وهكذا نوع من الابتكار تخلي الناس ما يشعرواش بالضغط ويمشيوا للجباية لأن ترودامبو تولامبو لما تكطر علي الأسئلة ما نجوبكش لما تخلي سوءاتين نجوبك نفس الشي بالنسبة للجباية لما تكطر علي الجباية من خلصكش لكن تقص علي الجباية من خلصك وهذه فلسفة الخدمة الجباية بإضافة إلى المقابل على كل حال هي حزمة بلافيس كاليتية وجاء في خطاب رئيس الجمهورية وكذلك في مجلس الوزارة هي عصرانة الجباية عصرة الجباية هي سلة ليس فقط قال أم بو ولا تاكس لا كلها داخلة فيها المصالحة الجباية بكبلي لدينا 80 مليار دولار دولة تسال الناس الجباية 80 مليار دولار منذ الاستقلال يعني هذه ما تنجيش مستحيل فسامح الناس قال يعفو الله عم السلف ولكن من نوجي خلصوني وهي لك التدابير الجاية أنه لما تخلص تربح تربح في المنطقة الصناعية نخدم لك الطريق لما تريفون تعاك يكونوا نرجمون نجيك في دقيقة الانترنت على مستوى عالي 10 و 20 ميجا سيجوند نقص لك إذا كنت تروح للبنك نخلي لك عقود تمويل سهلة وتشاركية المهم يحس صاحب العمل أو المستهلك يحس بأن ما يدفعه كدافع ضريبة ودافع جباية يحصل عليه سريعا كما هو في الدول المتطورة نعم في مقابل توسيع الوعاء الضريبي في الشصائل نتحدث عن الدعم الذي أتقل ميزانية الدولة يعني لاحظوا أنه تخصص مبالغ الضخمة للدعم يعني كان في مخطط الحكومة حديث عن توجيه الدعم لمستحقيه نعم أنا قلت لك قبل قليل أنه كثير من الأفكار كانت من قبل وخاصة أن هذه الفكرة كانت دولتها كثير من القناة وحتى عندكم في النهار ضرورة سيبلي استهداف الدعم لأن الميزانية الآن تالحكومة في التحويل الاجتماعية راه يتخلص 23.7% يعني قريب الربع للميزانية يمشي للتحويلات شوفي غير في دعم الأسعار خاصة أنه الدعم نعم دعم الأسعار 1.9 مليار دولار يستفيد منه كل طبقات الفقير المتوسط والغني وحتى أنه ساهم في الظاهرة التهريب لغاية أنا كنت قلت من قبل فيه دراسة عندنا تحويل الاجتماعية 16 مليار دولار سنوية 16 مليار دولار اللي هي 8.4% من الناتج الداخل الخام و23.7% من الميزاني من السهلة بما كان خفض هذا الرقم إلى 8 مليار دولار يعني بنسبة 50% تقولي كيف نقول لك النص هذا الذي يمشي إلى أصحاب المداخل العالية جدا ليخلص 50 مليون في الشهر ويشرير خفزة بألف فراق لو كانت بيعيها لفتلت الفراق لا يحس لأنه يخلص 50 مليون كالي 100 مليون وهذه الفئة فئة كبيرة جدا البرجوارجية الصغيرة الرقم التاحي جاوز 500 ألف شخص لما كانت المداخل متقاربة بالسبعينات وبداية الثمانينات لم يكن لدي البرجوارجية الصغيرة كان التكفل الحكومة بالتوزيع الاشتراكي للأسعار بالطريقة الدعم كان مواتيا كان مناسبا لأن العائلات كلها في نفس المستوى الآن لدينا عشر ملايين عائلة والعائلات متفاودة المداخل إذن لا حاجة لهذه السياسة لابد من إعادة نظر في هذه السياسة لأن هذه السياسة التي تحول الاجتماعي والدعم فلسفتها الأصلا هي مساعدة هي الحماية الاجتماعية هي مساعدة العائلات التي في حاجة إلى مساعدة لمداخل تحام متوسطة وقليلة أم إذا كان متوسطة عالية لا حاجة إلى هذه المساعدة لأن أصلا لما تنحيها لهم الأثر الهامشة أو الأثر الحدي يكون ضعيفا وضعيفا جدا وعليه نربح هذه 8 مليار نعاود نضخها من جديد إلى كيف يكون دعو لمستحقين المستحقين يخصني قاعدة إحصائية وهذا هو الإحصاء لهذا يجرني إلى نظام الإحصاء يعطيك يعرف لك العائلات وهذا ممكن الآن لأن الحكومة لديها بيانات جميع العائلات سوال ما عندها في اليرجي مثلا في اليرجي كدير أنتها سلب وكدير 0% بالنسبة للفئة الأولى التي الدخل يقل على 600 ألف ومتطلع 5% 10% 40% 45% ومتطلع هذا في المداخل عليش تخضر هذه ومتطلع دير الأخرى وهي كشف المداخل وفي كشف المداخل مثل ما درت نامبو على الدخل الجمالي تقدر تدير كذلك دعم على المداخل وتبدأها من 0% التي خلص 50.6 مليون كلما نقص الدخل تزيد 10% لديه مليون ومليون 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 ونصف في شهر أو منحة 100% التي تعاوض لجميع التحويلات التي خرجت لما عملت نظرة جديدة وبالتالي نعاود نضخ مرة ثانية إلى المداخل الهشة وأنا مقتنع أن طريقة هذه ستسمح بتعويض وأكثر بالنسبة لطبقة الهشة عندما نعمل سيبلاش فطريقة السيبلاش رح يحصل على رب العائلة اللي عنده خمس أفراد في العائلة والمدخول انتعه 3-4 ملايين رح يحصل على منحة المعيشة تفوق بكثير ما كان يحصل عليه بالطريقة القديمة في التحويل الاجتماعي لأنه رح يأخذ من الجزء اللي كان يروح إلى غير المستحقين وهذه هي فعلا العدلة الاجتماعية لكن يخص أدوات وشرط النجاح لأنه هذا كلام لكن لمنجل المعيدان يخصني قاعدة بيانات صحيح على العائلات خاصة اللي ما عندهاش مداخل وفقط قبل 24 ساعات كانت الأخت بن حبيلس المحترمة كانت صرحت برقم للعائلات الفقيرة وقالت باللي رأوا عندنا عدد من العائلة الفقيرة في الجزائر ربما يلحق إلى 2-25% قريب الربع وبالتالي ممكن وتبقى مطاية غير دقيقة بحكم أنه ما عندناش إحصائيات رسمية وهذا يرجع لي لسنيس فلسنيس مهم اللي كان انتقض به الحكومة في الوزارة الاستشراف السابقة قبل 2013 كان موجود المشروع للسنيس حتى بالداتا سنتر انتاعوا بالخبراء انتاعوا بورقة الطريق في برنامج العمل لكن مع الأسف هاوك توقف ما الذي نحن عاود نجعله مرة ثانية إعادة باعت النظام الوطني للمعلومة الإحصائية والاجتماعية للسماح لوضع السياسة للحكومة السمح لها أنها تتعامل بشفافية وبقدرة وبنجاحة أكثر مع الموضوع الاجتماعي والموضوع الاقتصادي للدولة خاصة في الآفاق القادمة واللي فات فات ولكن في الآفاق القادمة رهنة جديدة كان البوبيليشن تزيد سكان رهم يرتفع من 40 مليون حاليا إلى حدود 55 مليون 2030 النفط أكشفتي رهو ينزل فرنسا قبل 40 ساعة قررت عدم الاستكشاف في النفط أمريكا رهي ماشية إلى سياسة جديدة في الغاز السخري بمعنى آخر أنه إذا كان الجزائر لم تعمل حساب هذه الإشارات القادمة فربما سنصل إلى وضع صعب نعم وإن كان الإشارات متفائلة بالنظر إلى ما تشهده الساحة من استقرار وكذلك من أفكار جديدة نعم أكيد لكن أهم ربما عامل يعيق ربما المخطط الحكومة هذا لتطبيقه وتجسيده فعليا على الميدان هو مشكلة الثيقة التي تحدث عنها الوزير الأول قبل أيام مشكلة الثيقة الثيقة جستما الثيقة هي الحجر الأساس لأنه ولا وضع سياسات في العالم يستطيع أن يمرر مخطط أو رسالة حتى الخيطة بسياسة لا يمر للرأي العام إذا كانت الجسر من الثيقة مفقود وعندنا في الخارج على سبيل المثال سبعة مليون نسمة وهذا سبعة مليون يرتفعوا إلى تسعة مليون نسمة في 2030 أنا كنت في جولة في أوروبا الجالية تبكي بالدموع حرقة على البلد نحن مستعدين لعاون البلد لكن لما أقولهم وش هو المشكلة يقول لك الثيقة لأنه هذا يسمح للحكومة بفسحة أمل كبيرة في تمرير كل المشاريع الدولة هل إنشغلات الجالية الجزرية في المهشر ربما نصيب في هذا المخطط الحكومي والله إذا كان نمشينا إلى عصرانة البنو معناها بنو الجالية إذا نمشينا إلى عصرانة الجباية هاي عندك كده موظف كده مليون موظف من الخارج هذول ما نفتح لهم مجل في الداخل طبعا تربح الجباية مدخلات العائلات وبيتالي نفهم لما يكون خطاب لأن الحكومة لا تفرق بين الجزائري في الخارج وجزائري في الداخل الجزائري وجزائري وبيتالي لما نعطي مخط حكومة للجزائر للرفع النمو ما بين 6.5% إلى 5% أو 7% هذا خطاب موجود الجامعة الجزائرية سوف يدخل في الخارج وبيتالي أوتوماتيكيا الجالية يعول عليها لكن يخصنا شرط النجاح شرط النجاح سعاد الثقة لدى الجالية تكفل بالجالية فتح بونوك للجالية انتشار بنك الجزائري عند الجالية تثمين قدرات الجالية 6 ألاف باحث وعالم جزائري في الخارج أنا كان جيت عندي قوة رندي لهم مدينة خاصة بهم مدينة علمية مدينة علمية إلا لهؤلاء الخبرات تعالوا البلد إذا كانت تخذوا 10 ألف دولار في أمريكا في كندا أنا أعطيك 20 ألف إذا هم يكريب لكم سكن أنا أعطيك سكن وهكذا نخلي الموارد البشرية خاصة المكونة بدل ما ننفخ 7 ونص مليار دولار للتكوين المخزون الحالي أو عندي أنا مخزون مكون ها نربحها هذه الخمسة ونص مليار نربحها نربحها نجيب الجاهز علش الغرب رو يدي الجاهز من الجزائر أنت تكوني لي صونس وتكوني دكتورة لما يجهز استثمارات كبرى دولة 100 مليون على كل طالب وبعدين تديها أمريكا جاهز تديها فرنسا جاهز تديها بريطانيا جاهز أعملنا في العملية استعيد الجاهز ويكون لدينا نوع من الديناميكية جزائر الآن محتاجة إلى رؤية جديدة مبنية على خطاب جديد ليس جديد جديد 100 مليون لكن متجدد مبنية على أفكار متجددة مبنية على رجال متجددون ومبنية خاصة وخاصة على مقاربة أبروش مقاربة البرغماتية والذهب مباشرة للحل بدل أننا ندور في الخطابات اللي غالبا لا تؤدي إلى نتيجة لأن كثير من الخطابات كانت قديمة والسرجعة وإحنا باقين في نفس الخانة نمشي لقدام شروط النجاح برغماتية اتصال مؤسساتي ترانسبارنسي شفافية المعلومات الإحصاء رحنا رحنا ولينا للإحصاء صحيح الإحصاء إذا ما عندك إحصاء دقيق المخططة تنتاعك القرارة تنتاعك مش مش مليحة مليحة ولكن نقصة تصطدم بحاجة الإكراميريس نتكلم عنها وهي القاب يعني الفراغ فراغ المعلومات هذا يشوش على السياسات وما يخلي السياسات مستقرة وما يشبه مضبوطة وحنا محتاجين الآن إلى سياسات مستقرة في المونتاري بوليسي في السياسة النقدية محتاجين إلى استقرار السياسة النقدية و تصحيح السياسة النقدية ويتحتاج إلى معلومة دقيقة بالسياسة المالية للدولة كذلك محتاجين إلى الضبط وهذا من أول شروط المعلومة الصحيحة معلومة صحيحة الرقم صحيح إحصاء صحيح نتيجة صحيحة مخطط صحيح ناقص ناقص نعم وكل هذا يعني يحتاج أيضا إلى شجاعة في تطبيق القرارات الإرادة السياسية كل إشارات تدل على الإرادة السياسية متوفرة الحمد لله الحمد لله الأمن الداخلي كل إشارات هذول على التحكم في الأمن وهذا هو أمنهم من خوف متوفرة وشي خصنا خصنا أطعامهم من جوه أطعامهم من جوه تكفل بمناصب الشغل وجيد أن مخطط عام الحكومة كان أسيغي كان طمن شباب الإدماج في كل مرة نتحدث عن إرادة السياسية لكن الوزير الأول عبد المجيد تبون بالأمس أكد أن قال بأنه أغلب المخططات التي صيغت في الوقت السابق كانت تحدث مثلا عن التقشف لكن لم تطبق بحذف رها كانت قال تحدث عن ترشيد نفقات يكون عندنا إرادة لكن لا تطبق القوانين لأنه لديك منظومات هذه التي تكلمت عليها زوج عندك الأول والثاني عندك لكن الثالث لا لديك الثالث في الموارد البشرية ويوجد منظومات مثلا منظومة اليقظة على مستوى القطاعات منظومة اليقظة على مستوى المولايات منظومة اليقظة على مستوى البلدية منظومة متابعة الاستثمار على مستوى المشاريع الكبرى والمطاوى السيطة هذه المنظومات التي هي منظومات المعطيات والاستشراف واليقظة تسمح بسهولة بتطبيق المخططة بالعكس والعكس صحيح وأنا كنت قلت قبل قليل ودائما نكرر نفس الكلام أن الأفكار إذا لا تملك شروط النجاح تبقى مجرد كلام وفرق ما بين الكلام والنتيجة النتيجة تجي من شروط النجاح والكلام هو واسع وكانت تفتحيلي ميلف البيروقراطية والإدارة ما نخرجوش منها صحيح العراق الإدارية وكانت تفتحيلي مجال آخر تفتحيلي ميلف السوق الموازية أنا نقول لك 40 ملياد ولا يدور في السوق الموازية لما تفتحيلي ميلف التمويل الداخلي نقول لك أنا الشعب الجزائري أساسية من الفوائد البنكية والفوائد البنكية عبع على الاستثمار يخص نتحرر منها الضغط الجيباية كذا يكميل في كبير أسوريا مش نعجل كلامك هاوك سيتبون هاو قال الإدماج انت على الشباب الإدماج طمنهم أنه ما يكونش تخلي عليهم الشباب لونساج اللي عنده مشاكل مع البونوك ما يشتخلي عنهم لكن ما نبقاوش فقط في التطمينات ولكن المطلوب هو تحرير الاستثمار هو الشاب يخصه ينتج قيمة مضافة في بلاده حتى نرفع نسبة النمو من التوقعات الحالية هاوك 1.9% فقط توقع نمو في 2017 وهذا ضعيف جدا احنا الهدف التي عنا هو 6.5 حتى 7% باش نتواكن مع شروط سعود ان شاء الله الذهاب من 1.9% إلى 6.5% موجو معجزة ولكن تطلب تطلب جهد تطلب عمل تطلب يقابة تطلب داكة تطلب إخلاص لوطن تطلب رؤية متجديدة الإرادة متوفرة لكن شروط النجاح وهذا ما نتمنى أيضا شكرا جزيلا لكم أستاذ بشير مصدفة على كل هذه المعطلة خليني نهني كنتي ونهني كل الشعب الجزائري ونهني الأمة الإسلامية ونهني الإنسانية جميعا ونهني صناع الغد بمناسبة حلول العيد السعيد الفطر المبارك إن شاء الله شكرا جزيلا لكم وصح عيدكم إذا كان يوم غد إن شاء الله مشبقا شكرا جزيلا لكم أستاذ أبشير أمسيت